إيران تتخذ خطوة تصعيدية أخرى ضد السلطة الشرعية المعترفة بها دولياً وسط صمت مريب من المجتمع الدولي بما في ذلك الدول التي تتدخل عسكرياً في اليمن لدحر الإنقلاب المدعوم إيرانياً في صنعاء فبعد استمرار الحكومة الإيرانية في تشغيل بعثاتها الدبلوماسية بصنعاء رغم أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ 2015 والتعامل مع الميليشيا الإنقلابية كسلطة موازية ها هو الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل منتحلاً لصفة سفير لليمن في بلاده تلا هذا اللقاء أن وصلت طهران سلسلة إجراءاتها التصعيدية العدائية ضد السلطة الشرعية بتسليم المقار الدبلوماسية الخاصة بالحكومة اليمنية الشرعية إلى إبراهيم الديلمي والتعامل معه كسفير لليمن لدى إيران وزارة الخارجية أدانت في بيان لها بشدة قيام النظام الإيراني الذي وصفته بالداعم الأول للإرهاب في العالم بالاعتراف بمثل ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران واعتبرته مخالفة صريحة وواضحة لمثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة بشأن اليمني لسيما القرار 2216 وقبل ثلاثة أشهر كان المجتمع الدولي قد التزم الصمت إزاء خطوة تعيين سفير للحوثيين في إيران عدا تعليق يتيم للسفير البريطاني لدى اليمن ميكل آرون والذي شدد فيه على أنه لا يحق للحوثيين تعيين سفراء وأن هذا الشخص ليس لديه صفة رسمية ولن نجتمع معه توالت خلال الأشهر الماضية زيارات ممثل ميليشيا لطهران وبادرت بغداد تحت تأثير من ولائها الكامل لطهران إلى استقبال الممثلين أنفسهم في سياق مخطط يهدف إلى تكريس الانطباع بأن هناك سلطتان متصارعتان في اليمن لا تبدو الخطوة الإيرانية مستغربة في ظل الموقف العدائي الواضح الذي تتخذه إيران تجاه السلطة الشرعية منذ اللحظة الأولى للانقلاب الذي نفذه الحوثيون على هذه السلطة فقد قامت على الفور بتتشين خطوط إمداد عسكري معلن جوي وبحري تحول بعد اندلاع الحرب إلى سلسلة من عمليات الإسناد العسكر السرية وتهريب أسلحة للحوثيين طيلة سنوات الحرب أصبحت اليمن ساحة للمواجهة الإقليمية خصوصا بين الرياضي وطهران بعد أن تحولت معركة دحر الانقلاب إلى مواجهة مع ما تسميه الرياض المد الإيراني اشتركوا في القناة